اليوم سوف نتحدث أيضاً بهذا الموضوع دعوني ابتداء أرحب بضيوفنا بشركة إنكيف لدعم ريالة العمال الأستاذ قدير شاهين المستشار المالي وتحية أيضاً للسيد المترجم حياكم الله ويسعد صباحكم يا شباب تحدثنا كما ذكرت سابقاً بالعديد من المحاور اليوم نريد أن نتحدث عن رخصة البلدية وهذا الأمر الذي ربما لا ندري قد يسبب إشكال عند البعض أو ليس لديه معلومات كافية دعوني نتحدث ما هي رخصة البلدية التي يحتاجها كل شخص ينوي أن يقوم بإنشاء شركة بلدية رخصة نترش بشكل كوروماس تنكش بشكل كوروماس تنكش بشكل كوروماس تنكش بلدية رخصة فكما أن دراسة البلدية التي يمكن أن تقوم بسرعة مدرورات على المحاورات كاملات من المحاورات المحاورات بجميع المحاورات كاملات بسبب этой ذكري مستحراج跟 البولغة cheaper تنشHiL من الاشتراك على الحفظرات عندما يكون فرص المواكرو بسبب الانتعدالية في مستحراج跟 البولغة عنصار��دة فيها birth بعد ذلك الزواج لتحقيق حظية التحديم للحصول على حصول البلدية نعم كما تشكت بحديث عن أفكار انتقلنا وصلنا إلى الأعلى لكننا أتحدث عن أن يتحدث عن الشركة مؤسسة حيث على التحقيق أو المحضور على المستعين نعم إليك الله أنه نفسك الشيخ بالنسبة للمجاربين العاملية السعر الثالي والعامل هي شركة مديرها نفسك شركة مجموعة هو المغantب المتغفة والعملية العاملية الجنة الأخرى من أن يجب أن أولاً من المجموعة ومجمع في اللورة الى مجتمع تشكيل الز jakieś بعض التقدم ل motherfucker مجتمع الجدول عن ثم發現 ان هذا النوع في طرف الدليس الكلام و تسبب طريق وهذا التحدث snowflakazi تبينيه الكلام جالد площد العمل ن shortage كانت تحضير المنوذيات عن الأدوانية وفي الاجتماعات المختلفة والمعارضة في الاجتماعات المتحدة وحسب الانتespans يجعل العمل في وقت صحيح وفرق ما أمرión بثالث عن الدنيا وضع المستدرات من الواجتماعات أخرى أربع القرآن يستطيع النجام وحساب عمل يحتاج كثير من أجل المستدرات حيث العمل يحتاج milk من أجل المستدرات أثناء تجديد إذن العمل يجب تجديد اللخصة مرس عنه بشكل ما يريدك بشكل عام هذه هي الإجراءات مطقوبة من أجل رخصة المعاددية طيب أستاذ الكريم ربما يخطر بالبعض بالكتابة المحلقة بشكل ما يريدك 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 نعم نتكلم عن الأوراق المطلوبة من أجل تخدم الحصول على رخصة البلدية طبعا سنتكلم عنها بمريقتين في أوراق مطلوبة من أجل الشركة الشخصية والشركة المحدودة ولكن الأوراق فينا نقول أنهم شبيهة لبعا دعني أستاذ قدير قبل أن أتكلم عن الأوراق المطلوبة حتى تكون هناك صورة واضحة لجميع العديد من الشركات الصغيرة التي يتم إنشاءها ربما لا يعرف الشخص متى أبدأ بطلب البلدية استاذ بلادس ممكن الصوت أعيد سؤالي هل الصوت واضح الآن سيدي تمام الصوت واضح استاذ بلادس ما أريد أن أقوله بأنه فيما يتعلق بالحصول على رخصة البلدية العديد من من ينشئ شركاته كانت صغيرة مسؤولية محدودة أو شخصية يعني ينشئها لبداية أعمال صغيرة لا ينتبه إلى لماذا أحتاج رخصة البلدية فيما سوف تفيدني هل سيترتب علي غرامات إذا لم أحصل على هذه الرخصة؟ من يجب أن ينبهني بأنه لازم أحصل على رخصة البلدية؟ أثناء المتعلق للشرفة في الـ المتعلق للفعل أمرض من المتعلق الأشياء مقلال لبداية أطول تنقص عديد من المتعلق؟ لم تقبل هذا الأعمال المتعلق كتب؟ aha من العديد من ت informs المتعلق الأشياء أشبال هذا الأمر أنت تقصد الأشياء المتعلقة اشتركوا في القناة والدكوة على المستقبل، رسالة شماز مستقبل، ورسالة شماز، فالفاته يتمكن من طرف، ورسالة شماز قد ايجابهه ويصبح مستقبل، وحدة الشماز العربة، تكتب بسهم، يعني فااليهتك الأشياء يعني رسالة المنزل بلديه فااليهتك إزم المنزل مرغباتك إزم المنزل بالنسبة الاشخاص اللي حمونا بالعمال في المنزل احنا مرغباتك في هذه الحالة لا يتطلب للحصول على رخصة بلديه أما الاشخاص ايضا 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 عام صغير يجب تضم على رخصة بلديه لأن هذا شرط أساسي من قبل البلديه يجب على الشخص أن يقوم بأي نشاط تجاري قبل أن يحصل على رخصة بلديه طبعا عندما يتم رخص بلديه يوجد هناك لجنة تفتيش من قبل الغدية يأتون إلى المكة ويقومون بتبريغ الشخص من مدة 15 ضمن هذه المدة يجب عليها استخراج رخصة البلدية في حال ان يتم استخراج رخصة البلدية فيقومون بتشميع المحل طبعا حسب القوانين لا يتم فتح الشمع إلا في حال حصول على رخصة البلدية تمام تمام دعونا الآن نعود إلى ما هي الأوراق المطلوب الحصول عليها من أجل الحصول على رخصة البلدية المترجمات الآن 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 بيقومة بلدية حصول التحيطة المترجمات بلدية حصول على رخصة البلدية بلدية حصول على رخصة البلدية لكل بلدية يوجد بلد تقديم عام يتم هناك تعبير البيانات المطلوبة اسم الشخص العمل نشاط التجاري باهم ليبس لوحدة الطريبة عقد الإجار كملك فوتوكوبس صورة عن الهوية خيط بلدية غرف الحرفيين نسخة عنه اشهر قليل اشهر 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 اذا يمكن اعطه اشهر انا اقول اشهر اشهر بالان اشهر ، الشكرا جزيلاً ، أنه من الضغط وضعه من الأنعمال ، شكراً. طبعاً بالنسبة لأشخاص الذين شعبونوا بالنشاط الحلاقة ، يجب عليها ان يكون حاسم على شهادة. مع الأسف الشهادة المأخوذة في سوريا أو بقية الدول العربية لا يتم اعتراف عليه هنا في تركيا يجب على شخص أن يقوم بالحصول عليها إما من وزارة التربية التركية أو أن يقوم بتوزيح شخص تركي الأصل يحوي على هذه الشهادة ما هي الشهادة مرة أخرى؟ ما هي الشهادة هذه؟ ما هي الشهادة مرة أخرى لو سمحت حتى تكون واضحاً للمستمعين؟ شهادة حرفية إن كان حرفية يعني مثلاً نتأكلم عن قدرته على حرف بأعمال النجارة بأعمال السباكة وهكذا الحلاقة وغيرها هذا يمكن أن تحصل على الأشخاص بممجزة جيدة؟ ترجمة من المكان حسنًا رسول الله الإشتراكة ترجمة الأشخاص الغابة طبيعات نعم المدعين التجمع المدعين ترجمة ترجمة مبين كذلك يمكن ان الامامكان أكدافع على المدخل لتصرق الأبناء طبعاً طبعاً النقطة المهمة استردتها لأجل الحصول على الرخصة البلدية أغلبية الأماكن يتم تأسيسه على مدخل البنايات الطابق الأرضي في البناية يكون على شكل حركان عمل بقية الطوابط يكون على شكل منزل منازل ففي هذه الحالة يجب على شخص أن يقوم بأخذ الموافقة من الأشخاص الذين يقيمونها في البناية هذا المبتد يمكن الحصول على الرخصة البلدية مسبقًا بالتجارة المظمة منزل المواطفة تقليل تحديم الموافقة من هذه الخاصة الصمتظر الأسماء على كل حالة التجارة التحديد الموطز الموطفات يعني هذا موضوع. هل يمكن أن يكون هذا موضوع؟ طبعاً هذا بالنسبة للمكان إذا كان مجهز خسب العقد بأنه منزل بعد ذلك تم تحويله لمكان عمل يجب موافقة من الأشخاص المقيمين في البنائي. أما إن كان المكان من البداية مجهز كمكان عمل في هذه الحالة لا يجب أخذ الموافقة من الأهالي الموجودين في البنائي. نجد مؤمنين في البنائي بلندance أيضاً يمكن أن يكون لغمارة العملية موجودين في البنائية طبعاً. بلدًا الجزء يجب أن يوجد التجارسل من المجهزة من مجهزة اهل قائماً ثم مجهزة عملاء طبعاً في حال أن كانت الشركة محدودة إضافة لهذه الأوراق التي ذكرناها يتم طلب النشاط التجاري والجريدة أيضاً التواقع هذه هي الأوراق المطبوبة طيب إذن هذا فيما يتعلق بالحصول على رخصة البلدية وأهمية استخراجها ونوع الشركات وأيضاً الأوراق المطلوب الحصول عليها لاستخراج رخصة البلدية هل من أي شيء آخر تودون إضافته فيما يتعلق في هذا الموضوع أخي الكريم؟ أسود بالحصول على الن regul Th toxicاء relevant عنEE دولة قمح ليص Love إن الشري Chase و الشركة التشش أشرحنا الآن ما تلك كل جزء التجاري وال tubعل الكريم إن شركة يتحدث oh يوجدون من المحضور أو العملية ، väldigt الكثير من ارتيج ومن الشيء يهتم بحاجة وفي فسرع المحضورات التجاهة في البلد، ومن المجنون بهم جزء مدى ان احتتاد للغاية ، فقط أشياء قوت كما زر المحضورة التجاهة والآرتي داخلية ، ومن المجندس ومن المجدس في النقد والداخل لأن هذا الوصف الزage محلولاتيج 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 من المحلولات في الوقت الأمر في المناطق الجنوبية أو الجنوب الشرقية في تركيا أغلبية الأماكن ليس لديهم رخصة من البلدية الشخص يقول أنا عندي لوحة طريبة وعمقوم في النشاط التجاري ما في داعي لرخصة بلدية بس ولكن مع الأسف وقت الحالي البلدية عم تقوم بتشديد في التفتيش بحال إذا تم تثبيت هالأشخاص يقومون بنشاط تجاري ليس لديهم رخصة بلدية فيقومون بإغلاق مكان لبدة شهر أو شهر اللي بي نحين أن يتم استخراج رخصة بلدية طبعا ضمن هذه المدة الشخص يتضرر بمبادئ على استطيع أن يعمل بأيين نشاط تجاري نصيحة نود أن نوجهها يعني يقوم الشخص بعد أن يقوم بمح الشركة بالتقديم على إذن العمل بالتقديم بحصول على رخصة البلدية تمام أشكركم شكرا جزيلا إذا كانت هذه المعلومات هي التي أحببتم أن تضيفوها وتنهو فيها هذه الفقرة أستاذ قدير شاهين المستشار المالي في شركة انجب ولك أيضا سيد أحمد المترجم لجزيل الشكر والتقدير حياكم الله أحمد المترجم أحمد المترجم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا أحيانا حياكم الله سيدك الله عطيكونا شكرا جزيلا